السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله كايفكم في فيديو جديد وهنعمل برضو ان شاء الله مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة تبقى وصفة كويسة جدا. هتخلي الفراخ عندك ما شاء الله. مليانة كده مشات وحيوية. هتخلي الفراخ ما شاء الله تكبر معاك بسرعة. وباذن الله هت يعني شايز اقول لكم بقى ان هي باذن الله هتشيل معاك وزن كويس جدا. آآ تعالوا كده يا جماعة يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط اللي كتير للفيديو. تمام? ما بدأ اي كده زي ما نشايفين. انا هقول لكم على حاجة بسيطة جدا. الناس اللي بتقول لهم مشايمة انا عندي الفراخ عندها اسالة والكلام ده كلاته. بصوا بقى الشيء طبيعي يا جماعة ان في العمر دو الفرخ اللازم نجوب له كورة على الكوكسيديا. تمام? ده بس في بداية الفيديو علشان ايه يعني برد على الاسئلة بس اللي الناس بدايما بتسألها آآ لما تحس ان الفرخ لسه في بداية فيه الثالة صفر او فيه السهل بقى لما يوصل للمرحلة ان فيه اسهاء آآ في حمرو كده اعرفت الفرخ دو ادخل في مرحلة كوكسيديا غوطة جدا. فدايما على طول باستمرار عند الفرخ ما يوصل كده لعمر عشرين يوم آآ جرعة كوكسيديا قوقائي ده اول حاجة حتى لو الفرخ كويس ما فيش في اي حاجة. هو المفروض يعني عند عمر ستاشر يوم كده بندهاله بس المفروض بندهاله يعني ايه? انا بتدهاله على عمر عشرين يوم. ده بتبقى حلوة يعني اوه للفرخ. ده كوقاة. انما في العمر دوت يعني دايما على طول باستمرار جرعة الكوكسيديا يا جماعة علشان آآ الفرخ هتبص تلاقي كشي معاكي الفرخ يتعب الفرخ ينشف. فده خلوا بالكم من الموضوع ده كويس. فيه ما فيش دايما هتاكا وقائي. مش عايزك جيبي الجرعة. دايما نعمل ايه? نغلي الشيح يا جماعة. الشيح كويس جدا. الشيح يعتبر مطاهر معوي كويس جدا. طالت للددان. آآ كويس جدا برضو الكوكسيديا والاسهلات. كل المشاكل دي حلو اول. تمام? طيب. آآ في الحالة دي اتلاونا طبعا لقيت في آآ فضلات حمرة او بتاع دخل في الحمار او كده هجيب جرعة الكوكسيديا جديدة. هدي منها اتناشر ساعة وهدي مية وخل اتناشر ساعة. تمام? طيب الخل ليه? الخل يا جماعة بيعتبر مضاد سموم ومطاهر معوي كويس جدا. يبقى انا هدي اتناشر ساعة آآ جرعة للكوكسيديا والاتناشر ساعة التانيين هديلهم مية بخل. ده هيبقى حلوة. تمام? لان اخدوا بالكم الكوكسيديا يا جماعة بتقضى على الفرخ وده اخطر مرض. فعلشان كده دايما بقول لكم حاولوا ان انتم دايما باستمرار التهوية الكويسة والنظافة للفرخ. يعني زي ما انتم شايفين كده الفرشة اللي تحتهم ديت. آآ المفوضة اللي حطانهم بقى له يعني حاولي يجأس بها وكده ولا حاجة ان شاء الله هحاولينا اشيلهم. حاجة هي لو كانت نشفة. بس علشان العدد ما شاء الله زي ما انتم شايفين كبير. وطبعا لو فيه اي حاجة بتعمل ريحة. وممكن انا بغطى عليهم بالليل ولا حاجة. علشان البرد ممكن الحاجات دي تطلع آآ تعمل ريحة اموني على الفرخ تبصت لقى الفرخ يكش بقى آآ يعني ايه يتعب معك. فمش معقول ان انا اوصل للمرحلة ديت بعد ما كبرت الفرخ وآآ صرفت عليه علف والحاجات دي وكلتا نيجي في الاخر والنقام. لو الفرخ انت طلقه مسلا آآ على السطح او انت مسلا بيروح وييجي وكده. هقولك ماشي مش مشكلة كده كده يعني ايه آآ او كده بيتهوى يعني والتهوية يعتبر حلوة للفرخ. بس كون ان انت حبس الفراخ زي ما احنا حبسينهم كده. فدائما على طول آآ النظافة باستمرار والتهوية السليم. علشان يا جماعة النظافة ده بتخلي الفرخ ما شاء الله يكبر معك بسرعة ويجي معك يوم وبيومين. تمام? طيب زي ما انت شايفين كده النهاردة انا جاي اعمل لهم وصفة كويسة او. الوصفة ديت هتخلي الفرخ دايما عارفوا باستمرار احمر معك. آآ هتخلي الفرخ ما شاء الله بين على الصحة. هيتدور معك بدر وكمان يبود معك بدر. الوصفة دي يا جماعة وصفة سهلة جدا وسهل اي حد نوع ممكن يعمل. زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله الحمار اللي في عارفة ديوكلون انت شايفينها معايا ديت دايما انا على طول بعمل لهم الخلطة دي. مش مكلفة ولا حاجة بس في نفس الوقت بتخلي الفرخ ما شاء الله صحته كويسة جدا. عمر الفرخ ما يجي له كساح ولا يجي له اسهالات ولا يجي له اي حاجة من المشاكل له. آآ طبعا في الوقت اللي انت شايفين معي دوت انا بدأت ان انا دخل الفرخ داش. علشان بس ايه يعني الناس اللي بتقول انت بتدخل على عمر اديه مش هيماء. انا بعد يا جماعة الفرخ ما بيعد معايا شاطر. بقوم ببدأ بقى ان انا ادخل الداش الناعم بالتدريج. وبعد كده بدخل الوصف. الداش بعمله ازاي بحط مثلا ممكن احط ربع العلافة ايه او اقل من الربع كمان. داش يعني كبشة صغيرة كده. وبحط الباقي العلاف. يعني المفروض الربع العلاف والربع داش قصدي والتلات تربع علاف. لو احنا هندخل مثلا شوية عيش اه ماتشوشين ولا حاجة برضو كبشة صغيرة كده بالتدريج على ما الفرخ ان هو يبدأ ان هو يتعود. انما لو انا روحت آآ عملت يعني خلات الكمية الاكبر داش او عيش او كده بقى انا ضيعت الفرخ. لأ. حاول بس عمل فرخة علشان يعني يفضل محتفظ بالتوازن بتاعه او بالوزن بتاعه. حاول اللي انت تكتري تخلي التلات تربع علاف صافي. طيب تعالوا بقى كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والنص يحطوا ليك يحطوا ليك وتعالوا نشوف الوصفة. ده طبعا يا جماعة الاززة الحمر اللي انت شايفينها معي ديت ده ما شاء الله احلى وصفة انت ممكن تعمله. وزي ما قلت لكم هي مش مكلفة رخصة جدا. طيب ده عبارة عن ايه? ده بانجر يا جماعة. ده البانجر. البانجر دوت كويس جدا يعتبر احلى وصفة انت ممكن تعملها للفراخ عندي. ممكن تعملها للفراخ البيضة وممكن تعملها للفراخ اللي هي البلدي. واعملها للبطة عندك هتبص تلاقي ما شاء الله التيور عندك زي الفل. العمرها تتعملنك والعمرها الكش ولا عمر الوزن بتاعي خف ولا عمرها تجيلها شوطة. دايما على طول باستمرار. طب نعملها كم مرة في الاسبوع. نعملها مرتين كده في الاسبوع حلوة زي الفل. تمام? طيب البانجر احنا ساعات بنضيف على اضافات بس انه بادي احنا مضيفناش على اي حاجة خالص. بجيب بنجرية كده. حجم البيضة. وبقى انفر ماء اكواس في الخلاط. وبقى اعبالهم في ازازة زي ما انتم شايفين كده على نص ريتة لمية وبحطوه لهم. احط نصها النهاردة. ونص التاني ممكن اعملها لهم تاني يوم او عينها بالتلاجة ممكن اعملها بعد يوم. تمام? الصفاية بتاعتهم بقى بامة اللي بقى لهم على الاكل. الفرخ ياكل وبسم الله ما شاء الله. عمرك ما تصدق ان الفرخ ده وقت مسلا ممكن يكون عمره شهر او شهر ونص او الكلام ده كلاته. لأ. ما شاء الله. تحس كده ان الفرخ سابق سنو. طيب. نعمل ايه بعد كده يا جماعة? طبعا كل يوم الصبح على الريق. طبعا انت عارفين الجو يا جماعة الدخل تشيطة وكده واحنا عايزين نتفادئ اي فيروس اي حاجة من المشاكل اللي هي دايما ايه البلد اتشما الحاجات ده كلها. بصالية حلوة كده على رقص صبح بدري وبقوم خرطها كويس وبقوم حطها لهم على العلف. يا ايه ما ينقرها كده اخرطها لهم على فرشة كده ولا حاجة? الفرخ ينقرها لان طبعا انت عارفين ان البصل مضاد حقيقك. كويس جدا. وبرفع المناعة بتاعت الفرخ. طبعا اللي لو انت عملت له مع لها كمان مع علاقة كوركم تبقى حيل وزي الفل وان شاء الله هبقى اعملوك وصفة وباذن الله تشوفها معي. دايما اه في الشتاء يا جماعة بالزاد عايزين الحاجات اللي هي ترفع مناعة الفرخ. علشان الفرخ دايما يحتفظ بصحوته وبيبقى دايما كويس ما يبقاش كاشش معاك او يتعب او يتشم. دايما نعمل الحاجات دي. ممكن تفرموها مسلا في الخلط ولا حاجة على فصان طبعا كلاتنا عارفين ان الطوم مضاد حي وطبيعي مفيش كلام. بعد كده هنعمل ايه برضو كده معي ما هتخلي كده على الرئة حطها لهم الخلط طبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو يعتبر مضاد سموم كويس جدا يعتبر بيقدر على اي بكتيريا بيقدر على ايه اسالات كل المشاكل ديت مع علاقة الخل دي معاك زي الفلط طبعا الخلط اللي بيبقى موجود في باتنا ما يبقاش خل يعني طبيعي يعني صافي مية في المية لأ انت ممكن مدل ما تحط معلقة تحط معلقتين او تلاتة على ما ايه يديكي تركيز كويس تمام فاحنا كده ما شاء الله حطنا الفرخ والفرخ بدأت تشرب وحطنا لهم الاكل بتاعهم زي ما قلنا كابش الداشة بساطة خالص على الاكل بتاعهم هتبص تلاقي الفرخ معاك ماشي زي الفل واخدوا بلك يا جماعة الداشة حلو بيصفر جدة الفرخ وبيخال الفرخ ما شاء الله يشيل معاك وزن حلو او ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكم متنسوش تحطوا لايكوات كتير للفيديو السلام عليكم رحمة الله وبركاته بتاعنا النهاردة شكرا